المهرة بوابط اليمن الشرقية وأبعدها عن دوامة الصراعات السياسية كيف صارت اليوم مسرحاً للوجود العسكرية السعودي ومحل أطماع الشقيقة الكبرى قادت السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم الشرعية في اليمن وبعد خمس سنوات من الحرب بدأ أن هذه الشرعية نفسها هي الهدف المباشر من هذه الحرب فالجيش الذي يعول عليه الانتصار للدولة وإسقاط الانقلاب يعاني شحة الإمكانيات في جبهات القتال بينما الحشود والآليات العسكرية السعودية تذهب باتجاه المناطق التي لم تطأها أقدام الانقلابيين إطلاقاً منذ أواخر العام 2017 والسعودية تحشد قوات عسكرية إلى المهرة فقد احتلت مطار الغيضة وأنشأت فيه سجنة وبسطت سيطرتها على العديد من المرافق والأماكن الحيوية وحولتها إلى ثكنات عسكرية بل إضافة إلى التضييق على الصيادين وإنشاء ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة فيما تعمد لإجراء تغييرات واسعة في مختلف الوظائف العليا وإدارات المكاتب التنفيذية بالمحافظة بما في ذلك منصب المحافظ الذي يطالب أبناء المهرة بإقالته لاتهمه بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات فساد لم يتوقف أبناء المهرة عن اعتصاماتهم السلمية رافضين عسكرة المحافظة ومحاولات الزج بها في أتون صراعات إقليمية أو تحويلها إلى جسر عبور للمطامع السعودية التي تسعى إلى مد أنبوب نفطي إلى بحر العرب هروبا من التهديدات الإيرانية لخطوط إمدادات الطاقة في مضيق هرمز للصوت السلمي ومطالبنا السلمية وإلا يكلفون على أشياء أخرى لا نريدها ولا نود أن نلجأ إليها في الأونة الأخيرة لوح أبناء المهرة باللجوء إلى خيارات أخرى كما صعدوا من احتياجات من رافضة لحملات القمع والتضييق التي تمارسها القوات السعودية ضد السكان وقيامها مؤخرا باقتحام المنازل ومحاولاتها إنشاء نقاط تفتيش بالقوة كجزء من مظاهر عسكرة المحافظة اشتركوا في القناة